تحية طيبة للجميع اليوم في الثامن عشر من آذار من عام الفين واربع وعشرين أي في مطلع العام الرابع عشر للثورة السورية لسنا نحن من نرسل الرسائل إلى جنوب السوري إنما هم أهلنا في الجنوب السوري من سوريات وسوريين هم من يثبتون استمرارية الحراك واستمرارية وثبات الثورة السورية لحين وصول الشعب السوري إلى تحقيق مطالبه المحقة كما انطلقت في آذار من عام الفين واربع طبعا هذا الثبات وهذه الاستمرارية هي أيضا مسؤولية مضاعفة كما يعلم كل من حمل راية الثورة السورية في هذه الأعوام الماضية هذه المسؤولية هي بشكل أساسي بالوصول لهذا الحراك إلى أهدافه بالوصول لتأسيس دولة سوريا الحديثة التي تضمن حقوق الموطنة المتساوية والتي تضمن أمن واستقرار الأجيال المستقبلية والتي تضمن أن لا يكون هناك تغول على الأراضي السورية في أي منطقة وفي أي موقع لذلك اليوم أقول أن هذه المسؤولية مضاعفة للوصول لرؤية مشتركة لتعام عموم الأراضي السورية سواء في الشمال أو في الأقالم الوسطى أو في الأقالم الجنوبية من أجل تشريع هذا الحراك ومن أجل بناء المستقبل ومن أجل المحافظة على مكتسبات الشعب السوري وعلى تضحيات الشعب السوري في أي مكان سواء في سوريا أو في العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر